توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود المنتخب الوطني لكرة القادم للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية هذا وقد عبر الجمهور المصري عن فرحتي بفوز المنتخب على الكاميرون برقلات الترغيح 3 واحد والوصول لنهائي أمم أفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار نصف نهائي كأس أمم أفريقيا والمقام حاليا في الكاميرون بخطوات ثابتة واثقة يواصل رجال المنتخب الوطني لكرة القدم زحفهم نحو تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن مصر منذ عام 2010 الفرعين تأهلوا للدور النهائي من البطولة القارية بعد مباراة ماراثونية حافلة أمام المنتخب الكاميروني المستضيف وحسموها لصالحهم برقلات الترغيح بثلاثة أهداف مقابل هدف جاء فوز المنتخب المصري بعد مباراة ماراثونية امتدت لمائة وعشرين دقيقة على ملعب أولمبي في العاصمة يويندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى رقلات الترغيح التي ابتسمت في النهاية للاعيب المنتخب المصري محمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني كان كلمة السر في التتويج خلال تصدياته الرائعة في المباراة هما تألوقه في رقلات الترغيح وتصديه لرقلتين قادة مصر للفوز على أصحاب الأرض والجمهور ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره السنغالي الأحد المقبل في نهائي البطولة القارية